بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإسلام مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج أئمة وعلماء آل البيت لنتابع معكم بقية المعلومات المهمة في ترجمة سيدنا علي رضي الله عنه بعد مقتل سيدنا علي عليه رضوان الله تعالى على يد الملعون بن ملجم الذي كان من غلات الخوارج قام بعض هؤلاء الغلات ومدح بن ملجم على ما فعل عليه لعنات الله تعالى تتوالى وكان منهم عمران بن حطان الذي كان شاعرا شديد الخبث وبلغ من خبثه أنه رثى عبد الرحمن بن ملجم فأجابه عبد القاهر التميمي صاحب كتاب الفرق بين الفرق يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجداء بما يصليه نيرانا إني لألعنه دينا وألعن من يرجو له أبدا عفوا وغفرانا وذاك ابن ملجم أشقى الناس كلهم أخفهم عند رب الناس ميزانا ومما رثي به سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قول أب الأسود الدؤلي ألا يا عين ويحك أسعدينا ألا تبكين أمير المؤمنينا وتبكي أم كلثوم عليه بعبرتها وقد رأت اليقينا ألا قل للخوارج حيث كانوا فلا قرت عيون الحاسدينا أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا أي في زمانه قتلتم خير من ركب المطايا وذللها ومن ركب السفينا وكل مناقب الخيرات فيه وحب رسول رب العالمينا إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر فوق الناظرينا وكنا قبل مقتله بخير نرى مولى رسول الله فينا وروى الطبراني في الرياض النظرة في مناقب العشرة شعرا جميلا قاله النميري أبو المرهف نصر بن منصور بن حسن أحب عليا والبتول وولدها ولا أجحد الشيخين حق التقدمي وأبرأ ممن نال عثمانا بالأذى كما أتبرى من ولاء ابن ملجمي ويعجبني أهل الحديث لصدقهم مدى الدهر في أفعالهم والتكلمي ومن مناقب أمير المؤمنين الإمام علي رضي الله عنه ما روي أنه سئل وهو على منبر الكوفة عن قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فقال اللهم اغفر هذه الآية نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب فأما عبيدة فقضى نحبه شهيدا يوم بدر وأما حمزة فقضى نحبه شهيدا يوم أحد وأما أنا فانتظر أشقاها يخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه عهد عهده إلي حبيبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ولما أصيب عليه رضوان الله تعالى دع الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال لهما أوصيكم بتقوى الله ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تبكيا على شيء زوى منها عنكما وقول الحق وارحم اليتيم وأعين الضعيف واصنعا للآخرة وكونا للظالمين خصما وللمظلوم أنصارا وأعطوا لله ولا تأخذكم في الله لومة لائم ثم نظر إلى ولده محمد بن الحنفية فقال له هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال نعم فقال له أوصيك بمثله ثم قال أوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك ولا تؤثر أمرا دونهما ثم قال لهما يحثهما على الإحسان إلى أخيهما سيفكما وابن أبيكما أوصيكما به فإنه أخوكما وقد علمتما أن أباكما يحبه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله إلى أن قبض كرم الله وجهه وكان سنه رضي الله تعالى عنه عند موته سبعا وخمسين وقيل ثمان وخمسين وقيل ثلاثا وستين وعليه الأكثرون وقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة وعمره إذ ذاك إثنتا عشرة سنة ثم هاجر فكان معه بالمدينة عشر سنين ثم عاش من بعده ثلاثين سنة وكانت خلافته أربع سنوات وتسعة شهور وكان له من الولد أربعة عشر ذكرا وثمان عشرة أنثى فمن الذكور الحسن والحسين ولهما عقب ومحسن مات صغيرا وأمهم فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد الأكبر وأمه خولة بنت إياس بن جعفر الحنفية وأخته لأمه عوانة بنت أبي مكمل الغفارية وقيل بل كانت أمه من سبيل يمامه فصارت إلى علي وأنها كانت أمة لبني حنيفة سندية سوداء ولم تكن من أنفسهم وقيل إن أبا بكر أعطى علي الحنفية أم محمد من سبي بني حنيفة ومن أولاده رضي الله عنه عبد الله قتله المختار وأبو بكر قتل مع الحسين أمهما ليلى بنت معوذ بن خالد النهشلية وهي التي تزوجها عبد الله بن جعفر خلف عليها بعد عمه جمع بين زوجة علي وابنته فولدت له صالحا وأم ابنها وأم محمد ابني عبد الله بن جعفر فهم إخوة عبد الله وأبي بكر ابني علي لأمهما كذلك من أولاد الإمام علي عليه رضوان الله تعالى العباس الأكبر وعثمان وجعفر وعبد الله قتلوا مع الحسين أيضا أمهم أم البنين بنت حرام بن خالد الوحيدية ثم الكلابية ومحمد الأصغر قتل مع الحسين أيضا أمه أم ولد ويحيا وعون أمهما أسماء بنت عميس فهما أخوا بني جعفر بن أبي طالب وأخوا محمد بن أبي بكر لأمهم وعمر الأكبر أمه أم حبيب الصهباء التغلبية سبية سباها خالد في الردة فاشتراها علي ومحمد الأوسط أمه بنت أبي العاص ومن بنات سيدنا علي رضي الله عنه أم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى شقيقة الحسن والحسين ورقية شقيقة عمر الأكبر وأم الحسن ورملة الكبرى أمهما أم سعد بنت عروة بن مسعود الثقفي وأم هانئ وميمونة ورملة الصغرى وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرم وأم سلمة وأم جعفر وجمانة وتقية لأمهات أولاد شتى وعقبه رضي الله عنه من الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر والعباس رضوان الله عليهم توفي سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه وغفر لنا بجاهه شهيدا سعيدا مبشرا بالجنة ونعيمها وحشرنا معه ومع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهكذا خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من هذه الدنيا بعد جهاد عظيم وقد طويت بوفاته صفحة من أنصع صفحات التاريخ وأنقاها وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أئمة وعلماء آل البيت تابعونا في الحلقات القادمة وإلى اللقاء تابعونا تابعونا تابعونا